السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندخل في الموضوع على طول لان انا بتخنق من اللي بيعمل مقدمات طويلة واشترك في القناة والحوارات دي بدون ما يفيدني يعني فانا هنخش في الموضوع على طول وازاي تعمل فيلم كارتون من موبايلك باستخدام برنامج محدش هيقولك عليه محدش هيقولك عليه انا فضلت يعني ابحث في الموضوع ده كتير وجبت احسن سبع برامج بيعملوا افلام كارتون من خلال الموبايل بطريقة محترفة وبطريقة سهلة جدا 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 هوريكو جزء من الفيديو اه انا عامله ونشوف بقى احنا عملناه ازاي تمام اسبكو كده مع الفيديو هنا كتكوت بيتحرك اهو والدب بيتحرك الخلفية ممتازة جودة الصورة ممتازة اظن ما فيش حالة من كده يعني بالنسبة لحد مبتدئ تمام طيب طبعا المقطع ده من قناتي انا عشان حقوق طبعا النشر ماشي يلا بينا بقى نشوف البرنامج المستخدم لصناعة الفيديو ده اسمه موفي ستوديو اهو اسمه موفي ستوديو على حسب بقى جهازك بقى اندرويد او ايفون انت بتخش على متجر بلاي وتكتب موفي ستوديو انا مش عايز بس اطور في الموضوع اي انا اكيد انت هتكتب هناو موفي ستوديو ونستخدمه ساعة كده برنامج ساعة جدا بس انت طبعا محتاج في الاول انك تحضر قصة ونصيحة كبيرة جدا لكم انكم تكتبوا القصة يعني انتو تكتب القصة تعمل سكريبت للقصة عشان وانت بتصنع الفيديو يبقى عندك التصور في دماغك وما تضيعش وقتك كتير في الدبلاج يعني تقعدش دا عيد كتير يعني في الكلام وكده في شخصيات البرنامج بيفتحه في شخصيات متحركة كل الشخصيات دي شخصيات جاهزة متحركة تمام هتلاقوا فيها يعني معظم الحاجات اللي انتو محتاجينها وانتو طبعا ممكن تضيفوا كمان حاجات تانية يعني مثلا هختار الاسد مثلا والارد مثلا وهدوس على السهم اللي اخضر اللي تحت السورة الارد ده واختار بقى خلفية في خلفيات كتير متعددة وممكن طبعا نضيف لهم خلفيات برضو يعني في خلفيات كتير متعددة وممكن نضيف خلفيات تمام هنختار مثلا التلج ده مثلا مع ان الاسد مش بيعاش في التلج بس انا يعني بوضح مثلا بس انا يعني ايه اه كمثال يعني هندوس على الاعلام تسه هنا ممكن نختار اه اي مؤسرات وهنا بنختار الصوت 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 انت ممكن اه وهنا بتختار الصوت والصوت هنا اه اللهم صلى على النبي اه بدون حقوق اه ملكية انت ممكن تختار الصوت والصوت هنا بدون حقوق ملكية تمام بعدين بقى هنا بقى بتبدأ بتوظف على حسب المشهد بتاعك وحسب قصتك يعني مثلا الاسد يجي من هنا يمشي كده الارد يجي من فوق كده يتنطط كده ولو دست الارد يجي من هنا يتنطط كده ولو دست عالشخصية بصبعك هتتحرك ولو دست عالشخصية بصبعك كده هتتحرك لو دست عالاسد هتلاقيه بيتحرك بقى ممكن تعمل اللي انت عايزه تجيب ده من هنا تجيب ده من هنا كلام من ده طيب عايز تسجل في دايرة على يمين فوق اهي بالبينك بتدوس على وبتبدأ تحفظ الفيديو تمام هنا بقى ممكن انت تتفرج على الفيديو اللي انت عملته ممكن تشاركه تمام وانا يعني انا عن نفسي بقى بحفظه على الجهاز يعني تمام وكده تبقى انت خلصت الفيديو بتاعك ممكن تعمل برضو كزا مشهد يعني انت ممكن برضو تعمل كزا مشهد بنفس الطريقة انا متسف على بيع بطاطس ده الراجل العمالي عدي من جنبي مش عارف عايز مني ايه مهم بعد ما انت حفظته بقى انا هقولك بقى على برنامج اللي هو الكن ماستر ما عرفش يعني هو برنامج مشهور جدا يعني اكيد انت وكلكم عارفينه واللي ما عرفوش هو الكن ماستر ده احسن برنامج مونتاج وتضيف الصوت وتضيف كل حاجة يعني برنامج متكامل برنامج كين ماستر ده انا بنصح اي حد انه واستخدمه اسمه كين ماستر وده في منه اه نسخة مجانية ونسخة مدفوعة حمل النسخة المجانية ولو الدنيا حلوة معك انا متقسف تاني اللي بتاع بيبيع برطان باين وبطاطا اهي ولو عايز تعرف برامج اكتر لصناعة الكارتون انت ممكن تدخل على صفحتي اه قصة وحكايات عمو صلاح وتشوف انا عامل كزا قصة بكزا برنامج تشوف بقى البرنامج او القصة المعمولة بشكل عجبك مثلا اه وتقولي ده معمولة ببرنامج ايه وانا برضو هعمل لك فيديو واشرح لك ازاي تعمل فيديو بالشكل اه مش عايز اطول عليكو اكتر من كده واتمنالكو التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا